لما توقفنا لمدة شهر ونص بعض الناس أو البعض الحقيقة داخل الوسط القروي تخيل أن النادي الأهلي عندما يسكت أو عندما لا يستطيع أن يتكلم في أي شيء لأن طبعاً القناة كانت توقف لمدة شهر ونص تخيل البعض أن سكوت النادي الأهلي من خلال هذه الفترة هو سكوت ضعف أو كسر عيد هم بيقولوا كده هو ده كلامهم هي دي طريقتهم هو ده إسلوبهم أن النادي الأهلي يصله ضعيف فمش قادر يرد ساكت لأنه مكسور عينه ولكن الحقيقة عكس كده تماماً زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت الكثير والكثير تطاول على النادي الأهلي وتطاول على جمهور النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي هنرد ومش هنسكت وحنتكلم في كل شيء ولكن بطريقة النادي الأهلي وبإسلوب النادي الأهلي وبمبادئ النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مش هيسكت على حاجة ولن يتكلم أو لن يترك حقه في أي شيء مش هيترك حقه في أي شيء ليه؟ لأنه النادي الأهلي هو اسم النادي الأهلي الكبير هو عظمة النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اللي دايماً بيفضل ورا كل شيء ولكن بالقانون وبمبادئ النادي الأهلي النادي الأهلي عمره ما بيسيب حقه لأنه عارف أنه وراء جماهيرية وعارف أنه وراء ملايين من الجماهير اللي بتقف خلف النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر